وفيما أعلنت وزارة العمل موافقة رئيس الحكومة على زيادة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية لحظ مراقبون ومواطنون توقيتات دقيقة في خارطة تحركات الشراكة التي ينتهجها رئيس الحكومة محمد الشيعة السوداني مع السنة والكرد وأقال في استطلاعا للرأي أن قرار وقف التصريح أو التدقيق الأمني في المناطق المحررة خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح لعلاقته المباشرة بإكمال معاملات المواطنين سواء المتعلقة بالتعويضات أو بطاقات السكن وحرية الحركة بعيدا عن حسابات المرحلة السابقة الاستطلاع شار أيضا إلى أن إعادة فتح ملف المعتقلين والتحقيقات تحت التهديد سيرفع السرية على ملفات آلاف الأبرية على مراحل ويزيد من فرص الاستقرار بينما نشر لواء مشترك في المناطق المشتركة بين الجيش والبيشمرقة ومراجعة قانون النفط والغاز وحصص الإقليم في الموازنة وفق بنود الدستور ستنزع فتيل أكثر من أزمة بين بغداد وكردستان شكرا